اشتركوا في القناة برنامج العباقرة جامعات يقدم اليكم برعاية من يهتم بالتعليم في مصر البنك الاهل المصري بنك اهل مصر ووزارة الشباب والرياضة في الموسم الرابع من العباقرة جامعات مين يا ترى اللي حيفوز بكأس البطولة ومين اللي حيحصل على لقب افضل لاعب ومين هو الطالب المسادي اما المكسب الاكبر ان كل اجابة صحيحة من طلاب بطولة العباقرة جامعات هتساوي مبلغ نقدي في مرحلة المجموعات كل نقطة بالفين جنيه وحيتضاعف الرقم وصولا للمباراة النهائية جميع المبالغ المالية في نهاية الموسم سوف تستثمر لتطوير القرى المصرية العباقرة بشراكة البنك الاهل المصري بنك اهل مصر في الحلقات اللي فاتت طلاب مصر جمعوا خمسة مليون وسبعمية وتسعين الف جنيه في خزنة البنك الاهلي لتطوير القرى المصرية دعالوا نشوف طلاب مصر النهاردة حيوصلوا المبلغ لكامل النهاردة عندنا مباراة في المجموعة الرابعة واللي بتضم جامعة المنوفية وجامعة قفر الشيخ اول جامعة مشرفانة في الستوديو اسم نحترمه ونقدره فريق جامعة الازهر طار منه من الماتش اللي فات بالرغم من ان اداءهم كان قوي جدا في التصفيات النهاردة فرستهم الاخيرة نراحب كلنا بجامعة الازهر جامعة الازهر تعتبر جامعة الازهر اكبر جامعة في العالم وتعد ثالث اقدم جامعة بعد جامعة الزيتونة والقرويين بدأت الدراسة بها في عام تسعمية خمسة وسبعين ميلادية في عهد المعز لدين الله الفاطمي تمثل جامعة الازهر قبلة المسلمين العلمية حول العالم فمنذ اكثر من الف عام وهي منارة العلم للعالم اجمع وتعتبر ايضا جامعا وجامعة في النظام التعليمي حمسة جامعة الازهر في امبارات النهاردة 8 طلاب حيبتدي منهم اربعة النهاردة اول مشاركة ليه في برنامج العباقرة الوصول للبرنامج كان حلمه الحمد لله وصلت له فخورة بمشاركتي وفخورة بفريقي النهاردة ان شاء الله استعدنا كويس عشان نعود الخسارة اللي حصلت في الماتش اللي فات وان شاء الله هنرجع بسكور قوي جدا الماتش اللي فات متوفعناش للأسر كانت قلت خبرة كانت اول مرة نشارك مش قال امم ماتش النهاردة وصلت في فريقي جدا ان شاء الله هنجع بأول ثلاثة الماتش اللي فات كان عندنا الاجابات ولكن كان فيه تردد وعدم تناسق بين الفريق الفترة اللي فاتت اشتغلنا على النقطة ديت وقدرنا نتغلب عليها وان شاء الله نفوذ الماتش ده طبعا الماتش اللي فات كنت متوتر جدا نظرا لاني دي اول مرة ليا لكن الماتش ده حاولت ان انا اتجاوز كل ده واستعدت اكتر خصوصا اني هنزل النهاردة فكرة تحت الضغط واستعدت لكده باني قدرت اجمع اكبر قدر من المعلومات وان شاء الله هجاوب على اكبر قدر من الاسئلة كامعة الاظهر عمب الله على السلامة الله يسلام عليك ازايك يا منار؟ خير الحمد لله اول مشاركة احساسك ايه؟ الحمد لله وصلنا للمكان دوت نجاحك بيرلين جميل جدا انتي في سنة ربعة اصول دين؟ ايوه احكينا اكتر عن دراساتك احنا كلية اصول دين بتضم ثلاث شعب شعب التفسير وشعب الحديث وشعب عقيدة انا تخصصي تخصص عقيدة وفلسفة حبيت ان انا اختار التخصص دوت لان المفكرين واصحاب الفكر اكتر ناس بيكون لهم تأثير في المجتمع والحروب اللي احنا بنواجهها والتحديات اللي احنا بنواجهها بتحتاج ناس يكونوا متمكنين ومتقصلين في تخصص العقيدة ويعني ان احنا ندافع عن الدين ويكون لنا دور ونؤدي رسالة الازهر ونقوم بيها فتخصصي حسيت ان هو اكتر مكان محتاج ان احنا نكون موجودين فيه تخصص مهم جدا والحقيقة انا مش مستغرب ان انت كنت كاتبة ان انت مهتمية بالالقاء والشعر بتعرفي تتكلمي كويس الحمد لله يعني انت نزلة عشان خاطر سؤال الادب ان شاء الله جوكر في الادب مش قوي يعني حالحصل مش قوي حلوة مش قوي هناخد نص جوكر محمد رزق واسماء ومحمود الغندور ايه اللي حصل الماتش اللي فات قول لي يا رزق التوتر كان اغلبنا اول مرة يشارك مفيش غال اسماء اللي شاركت قبل كده كنتو تاني اعلى سكور في التصفيات والاسئلة كنا اغلبها عارفينها بس هو يعني توتر واسئلة تانية كاتخبرت هنحلو ازاي ده اسماء التوتر ده احنا اشتغلنا عليه اصلا المرة اللي فاتت وان شاء الله يعني هنقد كويس يعني في الماتش النهاردة محمود ايه الحاجة اللي انت شايف مفروض تطور فيها فريقك يعني فريقك محتاج يتطور في ايه ان هما يتمرنوا اكتر على الضغط والتوتر واجواء الاستوديو وان هما يعني يضغطوا على نفسهم اكتر يعني وانت معاهم ولا انت تمام يعني يا انا كوتش واخد على اجواء الاستوديو تمام قولي الان يعني شوية انا بيني وبينك الان على جامعة الاثر جدا الماتش ده بالنسبة لكم مصيري ان شاء الله شوية تدو وتركيز بإذن الله من لكم كل التوفيق نحاية كلنا جامعة الاظر اما جامعة تانية فريق مصير حقق مفاجأة الماتش اللي فات وكسب جامعة قفر الشير مبارات النهاردة ممكن تأهلهم لدور التمانية نرحب كلنا بجامعة قناة السويس جامعة قناة السويس تأسست الجامعة في عام 1976 لإعمار منطقة القناة وسيناء تهدف الجامعة إلى تكامل العلوم والمعارف ودعم البحث العلمي التطبيقي في ظل منظومة من جودة التعليم ونقل ونشر التكنولوجيا وتشجيع الابتكارات والاختراعات تسعى إلى تخريج كوادر بشرية متميزة قادرة على المنافسة في سوق العلم وتلبية احتياجات المشروعات العملاقة في محور قناة السويس حماس في جامعة القناة السويس في ماتش النهاردة 8 طلاب سيبتدي منه 4 تسادنا سيكة كبيرة للماتش اللي فات وجاينه كلنا حماس أننا سنقدر ماتش بأحسن شكل ونتصدر من الجنوعة بعد فوزنا على جامعة كافر الشيخ قربنا من التأهل لدور التمانية وإن شاء الله النهاردة قدام جامعة الأزهر سنفوت الفرصة أننا سنحسم التأهل لدور التمانية بعد الماتش اللي فات متحمسة جدا للماتش ده نحن نحفظ على نفس الأداء وخصصا بعد ما أخذت أفضل لعب وإن شاء الله الماتش ده أحفظ على نفس الأداء عشان أشرف جامعتي وقاعدة الماتش اللي فات قدرنا أن نحن نرجع بعد فقرة تحت الضغط والماتش ده هنحاول أن نحن نتقدم بالسكور من الفقارات الأولى وإن شاء الله نفضل نتكملين بنفس الأداء ونرجع بالكاس جامعة القناة السويس حمد الله على السلامة حمد الله خطفتوا الماتش اللي فات عبتوا صاد أفضل لعب موسمين وراء بعض مش الظهر يعني برافو عليكم أحمد الهلباوي جبت كم نقطة الماتش اللي فات عشرين وفي خمسة وعشرين نقطة ما تحسبوش طب ضرفة الجزاء لا مهم ما ما بتحسبوش إلا لو الهدف الزهوي إحنا ميز لبرنامجنا من إحنا عندنا قانون ماشيين عليه ما بنغيروش ينطبق عليك وينطبق على غيرك صح يا أيا؟ صح طبعا طيب متوقع ايه من ماتش النهاردة وان شاء الله احنا هنقدي أفضل اللي عندنا وان شاء الله يا ربنا يوفقنا ويوفق الجميع يا ربنا أحمد الهلباوي قال لي زي ما خطفنا يا قفر الشيخ هنخطف الأزر يا رب يعني بقى تعذير لأنهم خطفوا قفر الشيخ فعلا فانتوا ايه بقى خلي بالكم أنا نبيه توقعوا مصطفى محمود طيب بس أحمد الهلباوي مش طيب دي حيب شوف خلاص أنا بيت حافزهم استعديتوا ولا لا ولا رحت احتفلتوا بقى وقلنا احنا تمام احنا أقوية واحنا لا 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 خالص لا لا احنا ليس ما حسبناش التاهل عشان نحتفل بالذات لا 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 يا ولد لا اقنعتني جاهزيني ماتش النهاردة؟ إن شاء الله إن شاء الله طبعا ثلاث نقاط في ماتش النهاردة بنسبة كبيرة جدا اتأهلتوا لدور التمانية إن شاء الله بنالكو كل التفيه نحايا كلنا جامعة قناة السويس تعالوا قبل ما نبتيجي ماتش النهاردة نشوف ترتيب المجموعة الرابعة إيه؟ في المركز الأول جامعة قناة السويس بالإسماعيلية قطعة الانتكابي ماتش غير llوامر powiedzieć نحوا بواقع mów الس far في المركز التاني جامعة المنوفية تلت نقاط ، مية وعشرين نقطة إجابات صحيحة في المركز الثالث جمعة قفر الشيخ مفيش نقاط وتسعين نقطة إجابات صحيحة في المركز الرابع جامعة الأزهر مفيش نقاط وسابعين نقطة إجابات صحيحة عبقرة الجماعات في الموسم الرابع ست فقرات العلم المعرفة الفنون تحت الضغط ضربات الجزاء وعجرة الحم وأول حاجة بنبتدي بيها هي سؤال السرعة سؤال السرعة والسؤال هو نابليون هو اسم الشخصية الرئيسية في إحدى الروايات الكاتب الإنجليزي جورج أورويل فما هي؟ محمد رسخ خطف البازر من شمس إجابتك؟ 1984 1984 هي الجورج أورويل فعلاً ولكن إجابة خطئة كنت بتحاولي تدوس على البازر يا شمس عندك إجابة؟ أجلتنا؟ مزرات الحيوان؟ أنيميل فارم طبعاً لو مش جيت بقى ديه صحيحة؟ إجابة صحيحة؟ إجابة صحيحة؟ أنيميل فارم وبتتكلم عن فساد القادة كده بقى جمعة قناة السويس هتختار مين يبتدي الأول هنبدأ إحنا إن شاء الله يا السلام إن شاء الله وأول فقرة يا فقرة العلم 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 أربعة جزاء كغرافيا، تاريخ، أدب وعلوم طبعاً كغرافيا ما فيش فيها جوكر لا طب إمتى يا مصطفى؟ أعتقد التاريخ يعني إن شاء الله تمام شفت طيب إزاي؟ جداً يعني مش مثلاً قال لي إيه؟ لسه هنشوف وكده أنا كنت أقول لسه هنشوف من عارفك عشان كده ما سألتكش ومدن ليه روحت سألت مصطفى عشان هاولي حقيقة أنا كده هضيعهم كده جغرافيا والسؤال هو في أي دول شمال إفريقيا يقع جبل أريكنو تم اكتشافه سنة 1892 ارتفاع الجبل حوالي 1500 متر السخور المكونة للجبل ده معظمها من الجرانيت إيجابتك هنقول الجزائر نقول الجزائر وأنا كمان هقول إيجابة خاطئة مش الجزائر عارف إيجابتك من قبل ما تقولها تونس بقولك عارف إيجابتك من قبل ما تقولها وتونس إيجابة خاطئة أربع اختيارات بزائد عشرة أو ناقص خمسة مصر ليبيا المغرب موريتانيا مين هياخد الريسك؟ فين يا هلبيا والريسك؟ ممكن نقول ليبيا ممكن نقول ليبيا؟ ده مقلتش ليه؟ ما مش عايزين نبدأ بسلم كنت هتبتدي بزائد عشر نقط الإجابة الصحيحة ليبيا سؤال اللي جمعت الأسر في الجغرافيا جغرافيا والسؤال هو تعد جوتلاند أكبر جزيرة بأحد البحار فما هو؟ مساحة الجزيرة حوالي 3000 كم مربع مصدر دخلها الرئيسي من الزراعة والسياحة خمس ثواني محمود الغندور إجابتك بحر البلطيق هي تتبع السويد يبقى إجابة صحيحة بحر البلطيق هي الإجابة الصحية بروب عليك الغندور نتيجة عشرة جامعة الأزهر سؤال في التاريخ في شوكر؟ مع مصافة فضحنا بق التاريخ والسؤال هو في أي دولة عربية وقعت انتفاضة الوثبة عام 1948 أم بها الشعب اعتراضاً على معاهدة بورتشبوث بين بريطانيا والدولة دي تسعتاشر ثانية وعشرين نقطة العراق الأزهر عندك إجابة تانية؟ لو غلط لا أجفت لو صح أكيد مش هابة في إجابة تانية إن شاء الله إن شاء الله غلط إن شاء الله غلط بقول لك إيه؟ محمود الغندور و أحمد الهلباء و أحب أصحاب دي أحمد الهلباء و العراق إجابة صحيحة إجابة بريطانيا الحق في التدخل العسكري والسيطرة على النفط كالعادة النتيجة اتغيرت جمعة قناة السويس عشرين وجمعة الأزهر عشرة وسؤال في التاريخ تاريخ والسؤال هو بيدرو الثاني و آخر إمبراطور يحكم إحدى دول أمريكا الجنوبية عام 1831 فما هي؟ بيدرو الثاني حكم من 1831 لـ 1889 خمس ثواني هم بيتناقشوا و أنت بتجاوب برافو عليك إجابتك فنزولا؟ إجابة خاطئة هو أحمد الهلباوي الوحده خالص لا أنا متناقش مابا كولومبيا؟ كولومبيا؟ اتفعتوا عن أنتم الأربعة؟ أه كولومبيا؟ إجابة خاطئة أربع اختيارات بزايد عشرة و نقص خمسة البرازيل تشيلي بيرو خيب خيب الأرجنتين اهتم جدا بزراعة و إنتاج البن اهتم جدا بزراعة و إنتاج البن الإجابة الصحيحة البرازيل دلوقتي عندنا سؤالين في الأدب وأول سؤال لجمعة قناة السويس أدب والسؤال هو من هو الشعر العربي الراحي؟ مؤلف قصيدة أسألك الرحيلة من دوان قصائد متوحشة أسألك أسألك الرحيلة كانت سنة ألف وتسعمية وتسعين إجابتك حسين السيد أهتم أهتم سنة ديتك معلومات معلومات لخبطت لك دباغ يعني أنت كنت رائع في حتة ودردت أجابة في حتة دان يا خالص صح؟ هرجع لك هرجع لك لأن أنت كان عندك إجابة تانية أحمد الالباوي إجابة خاطئة جامعة الأسر في إجابة؟ إن شاء الله تفضل ريز إجابتك نزار قباني هي نفس الإجابة؟ لا مش هي تمام نزار قباني إجابة مين؟ إجابة مراجعين همبارك فعلاً إجابة صحيحة فعلاً لنزار قباني رابع عليك هرجع النتيجة تعادل عشرين عشرين سؤال في الأدب وهي منار فين الزوكر؟ تايلينة إيه ده؟ أنت تحكت علي؟ تايلينة البت منار دوس على البازر أيوة دوس على البازر لا تخفيش رابع عليك صح، هو ده صح أنت جاية تستمتعي بالتجربة خد الرزق خدت عشرين نقطة برافو عليك ما خديش عشرين نقطة هارد لك أدب والسؤال هو حليب أسود هي رواية الأديبة عالمية فمن هي؟ أتنشرت ألفين وسبعة، وترجمت للعربية، ألفين وستاشر، بتتكلم عن اكتئاب الأم في فترة ما بعد الولادة محمد رزق محمد رزق جي كي رولينغ جي كي رولينغ إزاي طارت منكو العشرين نقطة دوم؟ هتوطننا لما يدس البازر أصلي لا، بصراحة، السؤال ده كان سهل أنا كنا عارفين، صح كان مفهود تركز أكتر من كده يا رزق نتيجة تغيرت أربعين جمعة قناة السويس، عشرين جمعة الأثر سؤال في العلوم لجمعة قناة السويس علوم والسؤال هو ما هي الغدة التي تفرز هرمون ذولاسيود الثايرونين؟ هرمون بأثر على النمو ودرجة حرارة الجسم ومعدل ضربات القلب دكتور آية فتحانه إجابتك، أيوة، خمسة طب بشري، تبقى دكتور آية إن شاء الله تعرفي لو غلط؟ أيوة ساكل يهاز قوي مش وحش بس، مفيش حد عيك يتعالج عندك إجابتك الغدة الدرقية إن شاء الله أنا أبسأف معه الغدة الدرقية ليه؟ الغدة الدرقية، حيجيلك ناس يتعالجوا عندك إن شاء الله إجابة صحيحها الغدة الدرقية لإجابة الصحيحة وبكده نتيجة خمسين جامعة قلات السويس، عشرين جامعة الأسر آخر سؤال في الفقرة في العلوم، عايزين العشر نوع الدول علوم، والسؤال هو ما هو المعدن الأكثر وجوداً في سبيكة الدورالومن؟ سبيكة الدورالومن، تم اكتشاف السبيكة دي سنة 1906 السبيكة، السبيكة دي بتستخدم في صناعة الطيارات ياه، يعني أنا قديتك كلمة سر، تعافي لو جوابتي غلط ألومينيوم والعباكرة يبقى طلاب مصر جمعوا 80 نقطة في فقرة العلم، وكل نقطة بألفين جنيه، بما يساوي 160 ألف جنيه، في خزنة البنك الأهلي لتطوير القرى المصرية اشتركوا في القناة